السلام عليكم طبعاً اليوم راح يكون موضوعنا مختلف نوعاً ما في أمور عم نعاني فيها بشكل عام في البلد كلها فاليوم راح نحكي بعض الأمور اللي نحن يعني ممكن تكونوا مثلنا عم تعلمنا بالواقع اللي نحن عايشينه اليوم راح نكون معكن لنحكي عن بعض المشاكل الشائعة جداً ونقدم حلول مناسبة للأعلى يعني طبعاً من أفكار مبدئية ممكن تلاقي الصدى المناسب للأعلى طبعاً بنايداً راح نحكي عن أزمة السيارة والإزدحان المروري بما يشكله بأن وضع كتير سيء بالنسبة عن المواطن قائد السيارة على الحركة بشكل عام بالبلاد وكيف يمكن أن نقدم الحل للمشكلة بموضوعنا العقاري من خلال وضع طرق مواصلات مستقبلية وضع أفق لتصور توسع للمدن خاصة للمدن الكبرى بياخد توسع مدينة بالحسبان وضع الطرق العامة الأساسية والعقد التي تم ربطها مع الطرق الحالية الجديدة باسترادات أكبر بشكل أن نتجرب نحن من دخول مدينة بشكل خاص وهي بالنسبة للموضوع النظر المستقبلية للمدينة أو لو توسع المناطق المزدحمة سكانيا بالنسبة للموضوع الحل الداخلي يحلق حاليا بالنسبة للموضوع النظر المناطق يبدأ الحل من خلال وجود وجوب وضع إنشاء مرآب سيارات ككراج لكل بناء سكاني وتعويض طبعا المالك أو متعاهد بإضافة طابق لكل بناء يحمل الصفة السكنية وإضافة طابقين كراج أو فرض وجود طابقين كراج لكل بناء يحمل الصفة التجارية وتعويضه بإضافة طابقين عن تحمله كنفقات ووجود طابقين كراج طبعا مع الحرص نحن على تعويض المالك بإضافة طابق بارتفاع الشاق ولي وهذا يسهم بشكل كبير بتسهيل حركة مرورية وبالتالي خفض التلوث وخاصة في المدن الكبرى وتوفير الوقت والمال والاستفادة من الشوارع بشكل كامل وبمساحاته الكاملة بها الحالة ما عاد فينا مثلا نحن كراجات بالشوارع الشوارع استخدمتها بالطاقة القصوى وما عاد فينا عواقل مرورية نهائيا إن شاء الله هاي كمشكلة كبداية كفكرة لحل لا طبعا في سياق الحديث هاد بيحضرني مقولة لورن بابيت بتقول بما معنى إنه عمل وشاق يحتاج إلى جهد كبير ولكنني أستمتع به ترجمة نانسي قنقر